كلنا تعلمنا إن كل ما رجعنا في الزمان بنلاقي بشر أقل علم منه وتطور لين نوصل لعصر سموه بالعصر الحجري من كثر ما إن البشر في ذاك الزمان متخلفين وقاللين علم وإن الحضارة اللي وصلنا لها الآن هي أعظم حضارة مرت على البشرية كاملة وقلنا حن كلنا من أشد منا قوة إن الأعظم تطور والأعظم قوة في تاريخ البشرية كاملة بس هذا الكلام كله خطأ فكل ما رجعنا في الزمان بنلاقي إن فيها أقوام كان عندهم تطور مثل تطورها بل أعظم منا وأفضل حتى وإن العلم اللي عندنا هذا هو شيء بسيط فقط من بقايا علمهم الباعد والله أعلم إن التطور اللي حنا فيه هو شيء بسيط من علمهم السابق وما باقي من علمهم إلا آثار نشوفها بعيوننا الآن وصلنا في نها إنها من العجل لأننا ما لقينا لها تفسير أو إن ما عندنا العلم اللي كان عندهم في الأصل يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه محمد وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناه فكذبوا رسولي فكيف كان نكير يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عذب أقوام من قبل بس هذه الأقوام كانوا متقدمين بعشرات الأضعاف في العلم والحضارة وما بلغوا معشار ما أتيناه وفي آية ثانية يقول الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِيَنْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ كانوا أشد منهم قوة وكانوا حتى متقدمين في الحضارة ومتقدمين في العلم ومو فقط جسديا ومو بس هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله كانوهم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فإلى الآن العلماء ما قدروا يلقون تفسير واضح لصمود بناؤهم لألاف السنين وما تأثرت ولن هدمت من عوامل التعريف حين نتكلم مو بس عن مئة ومئتين سنة ونتكلم عن ألاف السنين وبناؤهم هذا كامل ما كان فيه أسيخ حديد يمسك هذا البناء زي في زمننا الحال فلو تجي في زمننا هذا أقوى خلطة سمنت في العالم كامل البناء ما راح يثبت ولا راح يتحمل إلا بوجود أسياخ حديد بوسطها في انصدموا العلماء يمشافوا إن بناؤهم من دون أسياخ حديد وإن كان عندهم خلطات خاصة فيهم وعلمهم موجود عندنا يجالسوا يتفكرون في أن هذا السمنت أو هذا الخلطة اللي كانت عندهم ما كفت آلاف السنين أنت اللي تخلي مبنى عشر سنوات الحين اللي تدفى بوصبعك ممكن يطيل حتى من قوتنا متهالك وهذه عشر سنين كيف لك بآلاف السنين مرت على المباني حتى في يوم ما لقيوا تفسير لهذا كله صنفوها من عجائب الدنيا وحتى بحضارتنا هذه ما قدرنا نقلدهم أصلا في البناء ولن نكتشف شيء من علمهم طيب ليش هذه المقدمة كاملة وش اللي أبغى أوصلها اللي أبغى أوصلها إن حضارتنا هذه والتطور اللي حنا فيه مو بشي جديد بل كان فيه تطور سابق أحسن وأعظم منها وإن التطور اللي جالس نعيشه هو بقايا بسيطة فقط من علمهم السابق فكانت عندهم مصانع زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية وكان عندهم أبراج من دون السياق بخلطة عجيبة وبهندسة عجيبة جدا وكان عندهم قصور ومباني إلى درجة أنهم نحتوا الجبال بشكل هندسي وعجيب ومتنع وصنعوا منها بيوت يعيشون فيها للرفاهية فقط فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذول القوم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فكان نحتهم للجبال هو فقط للرفاهية تخيل معي التطور والحضارة اللي كانوا يعيشونها في ذاك الزم والعجيب أن هذول القوم اللي نحتوا الجبال كانوا يعيشون في جزيرة العرب بس بين غابات كبيرة وبين أنهار وجنات وهذا الشيء مو معروف عن جزيرة العرب الآن لأن جزيرة العرب الآن معروفة بأن أغلبها صحراء وهذا الدليل أنها كانت جنات في السابق وهذا اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا فيه تعود لأنها كانت من قبل مروج وأنهارا فكان في أقوام أبادهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كفروا ومنهم القوم اللي راح نحكي قصتهم اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إذا ما شفت قصة قوم عاد أتمنى أنك ترجع تشوفها عشان بين قصتنا اليوم وقصة قوم عاد رابطة قوية جدا حتى إن قصة قوم اليوم يسمون بعادن الثاني أهل السير سموهم بهذا الإسماء ومن أهم الأشياء اللي ذكرناها في قصة قوم عاد أن في سبعين رجل راحوا يستقون لقومهم عند الكعبة بعدما أصابهم جفاف شديد جدا فدعوا الله سبحانه وتعالى عند الكعبة فتكونت لهم ثلاثة سعب سحاب سوداء وسحاب حمراء وسحاب بيضاء فناداهم منادي من السماء يخيرهم بين الثلاثة سحاباتهم في الطبيعي السبعين هذولة اختاروا السحاب السوداء لأن أكثر الصحب كان هذا في اعتقادهم في ذاك الوقت فناداهم المنادي بأن السحابة اللي اخترتوها هذه إنما هي عذاب على قومهم فخاف السبعين هذولة خوف شديد وبقيوا في مكة وما رجعوا لقومهم مكة ذو في مكة حتى حصل لقومهم ما حصل أما الشيء الثاني اللي لازم نعرفه أن في شياطين من الإنس كما أن في شياطين من الجن شياطين الإنس هذولة الله سبحانه وتعالى خلقهم لنار جهن يحني باختصار يملون نار جهن ففي الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعم قال على مواقع القدر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبالي وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبالي فشرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار وهذا أمر غيبي عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم فيها لكن حنا ما نعرف وما يمدينا نمشي في الشارع ونقول أنت شيطان من الإنس أنت مصيرك نار جهنم لأن هذا الأمر لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى أعطيكم مثال سريح لشيطان من شياطين الإنس واللي هو أبو جهل في يوم للأيام حلف أبو جهل باللات والعزة إنه لو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ساجد إنه لا يطع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم العانة نية خبيث فأغرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغضيف قال أبو جهل يا محمد أنت تتوقع أنك تخوفني أنت محمد يخوف أبو جهل أنت ما تدري أني لو صرخت الحين صرخة واحدة بتلقى قريش كلها صف وراي أنا أكثر الوادي نديع قال الله سبحانه وتعالى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هذا كلام الله سبحانه وتعالى عن أبو جهل يقول الله سبحانه وتعالى فليدعو ناديا سندعو الزبانية جب فزعتك يا أبو جهل أنت ما تقول أنك أكثر أهل الوادي فزعت فليدعو ناديا سندعو الزبانية اللي هم ملائكة العذاب فخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وقال كلا لا تطعه وسجد واقترب ففعلا في يوم الأيام أبو جهل كان ماشي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فنادى فزعته وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يطع على رأسه إلا بأبو جهل ينظر وهو مصدر ويبدأ يتراجع خطوة وراء تراجع إلا بالقوم يقولون أبو جهل إيش فيك وكان أبو جهل ضخم وقعد يقولون أنت ضخام تكذير كلها وقعد تتراجع كده من محمد وهو ساجد قال لا ما شفت اللي شفت أنا إن بيني وبينه خندقا مننا وهولا وأجنحا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا في شيء يبغى أبو جهل برهان أكثر من كذا بأن محمد صلى الله عليه وسلم انفتح لخندق من نار أمام عيونه لم يره إلا هو ومع ذلك كذب وجلس على كفرة وعلى شركة بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أراد وكذلك أبو لهب من شياطين الإنس ومن أكبرهم حتى حتى إنه نزلت فيه سورة في حياته يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إنه من أهل النار وإنه بيموت على كفرة وبيكون مصير النار جحة كان بإمكانه يوقف أبو لهب ويقول أنا آمنت أنا آمنت بالله خلاص رسالتك الحين ما لا داعي وهو نزلت سورة تقول أني أنا بكون في النار ها أنا مؤمن فيك الحين هل بكون أنا برضو في النار قدمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعلا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقي على كفرة ومات على كفرة فأصبحت فعلة أبو لهب هذه براهين على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثالث منهم شياطين الإنس شياطين الإنس لن يؤمن حتى لؤتاهم الله سبحانه وتعالى علم الغيب ورأوا أماكنهم في نار جهنة لن يؤمنوا في مشيئتنا كلنا مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهذولة لو عاشوا ملايين السنين لن يعملوا إلا بعمل أهل النار أما الشيء الثالث والأخير أن النساء بإمكانهم يكونون أشد شر من شياطين الإنس فإن بإمكان إمرأة وحدة تسوي شغل شياطين كثير من شياطين الإنس وشياطين الإنس فالنساء هم أول فتنة بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركتوا بعدي فتنة أضروا على الرجال من النساء فهم عندهم قوة مهمة موجودة عندنا حنيرج وبإمكان إمرأة وحدة تسوي عمل كبير جدا وتغير تغيير كبير في البشتم واللي راح يتبين لنا في قصة اليوم ودائما وضحنا هذه الأمور المهمة في قصة اليوم خذ راك شي تاكل ولا تنسب تابعني في كل السوشيال اكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أضرها لك عندهم ما نطول بسم الله نبدأ طبعا قوم عاد كانوا هم القوة العظمى بعد الطفل وكانت دولتهم هي المسيطرة على الأرض كاملة فالله سبحانه وتعالى خيارهم ما بين الكفر والإيمان بعد ما أرسل لهم هود عليه السلام فاختاروا الكفر على الإيمان فكفروا بالله سبحانه وتعالى وتحدوا فأهلكهم الله فبعد ما أهلكهم الله سبحانه وتعالى وما بقي منهم إلا هود والمؤمنين اللي معهم يوم تخبوا داخل الحضيرة ذكرنا قصتهم قبل كده وكان برضو فيه السبعين رجل اللي كانوا في مكة وهم السبعين اللي استسقوا لقومهم عند الكعب بعد ما شافوا هول المصيب اللي حصلت لقومهم آمنوا بالله وبرسوله هود فأصبحوا من المؤمنين واستقروا في منطقة ما بين الحجاز وتب واسم هذه المنطقة الحجر استقروا هناك لمدة سنين طويلة وبدوا شيء في شيء يبنون إمبراطورية عظيمة جدا في هذه المنطقة فبعد سنين طويلة أصبحت الحجر هي القوة العظمى في العالم كامل أصبحت مليانة بالحضارة فورثوا من قوم عاد العلوم اللي كانت عندهم يعني كان عندهم الآلات والعلوم اللي كانت عند قومهم من قبل ورثوها يعني وكان عندهم تطور عجيب جدا فتذكرون كيف أنه عاد كانت عندهم مصانع للخلود وقصور وأبراج صار حتى ثمود عندهم تطور عجيب جدا فكانت هذه المنطقة عبارة عن أودية وسهول وجبال الأودية هذه والسهول كانت مليانة بالقصور قصور فارهة وأبراج وأشياء عجيبة جدا كانت مليانة تطور حتى أشياء ما ينديك حتى تتخيلها أنت وكان فوق هذا كله ينحتون الجبال بيوت ينحتوها كاملة وجعلوا فيها بيوت يسكنون فيها صارت منطقتين منطقة في الجبال ومنطقة في السهول فالله سبحانه وتعالى يذكر في وصفهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عهد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصور وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين فمن هم هذول القوم؟ هذول القوم هم قوم ثمود وسموا بقوم ثمود نسبة لجدهم ثمود والله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد وزي ما عرفنا أن قوم عاد كانوا القوة العظمى في ذاك الزمان كان عندهم قوة عظيمة جدا وكانوا جبارين في الأرض فالله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض من بعد قوم عاد فأصبحت تموده القوة العظمى وقال الله سبحانه وتعالى تتخذون من سهولها قصورة فكانت السهول والأودية عندهم قصورة وتنحتون الجبال بيوتا فالله أعلم إشه الآلات اللي كانوا يستخدمونها عشان ينحتون هذه الجبال فكان عندهم قوة وتطور عجيب جدا إلى درجة أنهم صاروا ينحتون الجبال بيوت ويسكنون بداخلها ويقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية يعني ما كان عندهم ضرورة أنهم ينحتون الجبال بيوت كانت فقط رفاحية ما في أحد بينحت لك الجبل وبيتعب هذا التعب كامل عشان يترف فأكيد أنه كان في آلات وتطور عجيب عندهم وفوق ذاك كله كان عندهم مساكن ثانية يعني كان عندهم قصور مو أي شيء والقصور هذه كانت في السهولة طب ليش عندهم مسكنين؟ ليش عندهم بيوت في الجبال؟ وقصور في السهولة هو فقط للرفاحية يعني ما تودهم يسكنون الجبال أو يسكنون السهولة رفاحية فقط ويقال بأنهم كانوا يسكنون الجبال أيام الصيف إذا جاء الحر عليهم طلعوا الجبال وساكنوا في بيوتهم الفارهة في الجبال أما إذا جاء الشتاء نزلوا في السهول هذه تدفوا يجلسون في هذه القصور الفارهة والخدم والجنات وكان عندهم جنات وأنهار وعيون كان عندهم جنات عجيبة جدا حتى إلى درجة أنه كانت الأنهار تجري من تحتها لك أن تتخيل قد أيش الحضارة اللي وصلوا لها أما مشكلتهم في السنة كاملة أن الثمار تتراكم عليهم من الخير يعني يقول الله سبحانه وتعالى فيهم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وهضيم يعني متراكم وكثير شفت النعمة هذه كلها أجسام وقوة وتطور وأنهار من تحتهم تجري فواكه متراكمة يا رجل ما في أحد يجو عندهم هذا كلها أعطتهم قوة اقتصادية وسياسية وفحلا أصبحوا قوم ثموتهم القوة العظمى في ذاك الزمان من بعد قوم محد وصار زمام كل الدول بيدهم فقال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عام طبعا في هذاك الوقت كانت ثموت في أعلى حالاتها من ناحية الأنعام والخير اللي كان عندهم فكانوا يعيشون في أفضل حالاتهم يرين ظهر فيهم شياطين الإنس فقاموا يحرضون على الكفر بالنعمة والظلم والبطش في الأرض وأخذ أموال الناس بالباطل قوموا استعمروا الأرض خذوا ثروات الناس وكل اللي تبعون وسووا اللي تبعون من أشد منكم أنتم أحرار ما في أحد بيقدر يوقف في طريقكم ليش أنتم خايفين وهذا فعلا اللي حصل فبعد فترة من الإقناع صارت ثموت فعلا تبطش وتظلم وتتجبر في الأرض تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ ثروات الدول الباقية المجاورة فقط لأنهم يقدرون وسبحان الله زي ما قلنا الحلقة الماضية الظالمين في الأرض نهاية طريقهم البعد عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يتركهم لأنفسهم مشياطين فيتمادون في الظلم حتى ينحرفون عن الحق وهذا اللي حصل جيل ورجيل أصبح الثمود من قوم يوحدون الله سبحانه وتعالى إلى أكثر الأقوام الشرك وعبادة للأصناع كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بالآخرة وعبدوا الأصناع وصاروا مثلهم مثل قومهم قومهم فمثل ما صار لعاد بعد ظلمهم وبطشهم صار لأحفادهم من ثموتهم كل هذا بعد محاولات كثيرة جدا لتفكيك العقيدة وتفكيك المجتمع كامل ففعلا بدوا قوم ثموت شيء فشيء ينسون الإسلام وينحرفون عنه حتى جاء جيل ظالم وظال نسوا بينهم الإيمان وتماما وصار الأصل عندهم عبادة الأصناع والشرك بالله سبحانه وتعالى وكلها بسبب شياطين الإس فبعت الله سبحانه وتعالى لهم رجل منهم وهذا الرجل له كلمة فيه ورجل ذو نسب وكانوا يحبون حب شديد جدا ويسمعون كلامه بشكل أهمى من حبهم فيه اختارها الله سبحانه وتعالى ليحمل هذه الرسالة العظيمة الرسالة التوحي رسالة باقي الأنبياء كلهم كان اسم هذا النبي هو صالح بن عبيد عليه السلام وكان صالح عليه السلام رجل مسموع الكلمة فيه فإذا كانوا يبغوا مشورة يتوجهون لصالح يشاورون في الأمر وصالح عليه السلام ما كان يسكن الحجر نفسها ما كان يسكن مدينتهم كان يسكن في ضواحي هذه المدينة والله أعلم إش السبب لكن ما كان يسكن في نفس المدينة كان فيه كل مرة يجي للمدينة ويجلس مع سادة القومة يستشيرون ويسألون عن أمور الدولة والله أعلم بسبب أن صالح عليه السلام كان دون سبب كان له قوم وعشيرة يحمونه كان عنده ظهور كالرجال وراه فبعد ما بعثها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الوحي والرسالة وحمل هذه الأمانة العظيمة كان لابد لصالح عليه السلام أن يقف أمامهم ويقف أمام الدولة هذه كاملة ويخالفهم في كل معتقد يعتقدونه وما كانت قرية بسيطة كانت دولة عظمى كانت تتحكم في الدول ففي يوم من الأيام تجمعوا سادة القوم في قصر من القصور عشان يتشاورون في أمر الدولة وكان معهم صالح عليه السلام فأخبرهم صالح عليه السلام بأنها أصبح نبيا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه رسالته فاستنكروا القوم كلامه وقالوا يا طيب وش رسالتك عنه فقال لهم صالح عليه السلام يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غير وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أنتم أصحاب القوى العظمى أنتم الناس اللي تتحكموا في كل شيء في الأرض فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب استغفروا الله من كل هذه الأمور اللي قاعدين تسوونا عبادة الأصنام هذه والظلم والبطش في الأرض إن الله قريب مجيب فناظروا القوم وجيهم ما هي فرحانة بالموضوع فقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوة قبل هذا كنت فينا شخص نرجع له في الأمور القوية وإننا نحبك والجميع يحبك ويأخذ برأيك أتنهانا أن نعبد ما يعبدوا آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعونا إليه مريب إيش الكلام اللي جالست جيبة هذا أنا صارت نبي وأعبدوا الله ما لكم من إله غيره تبغانا أن نترك أصنامنا أصنامنا هذه اللي أبوي وجدي وجد جدي عبدوها تبغانا حنا نتركها وضعك مو عاجبنا يا صالح ارجع زي ما كنت تكفى وبدوا يحاولون يقنعون صالح عليه السلام بأن الأصنام هذه يحصل لها من الخوارق والأشياء وأنها تشفي وتعطي وترزق ويجيبون أدلة عقلية ويحاولون يعني يحاججون صالح في المسألة بأن هذه الأصنام تراحي أكبر مما تتخيل وكلها لعب الشياطين عليها يا شياطين الإنس وشياطين الجن فحاول صالح يقنعهم بجميع الوسائل وجبلهم أدلة عقلية وحاول ينظرهم يعني في المسألة فزعلوا وغضبوا وقالوا يا صالح أن شكلك تبغى الملك أنت تبغى تملك الناس بما أن الناس تحبك والناس تسمع رأيك فطمعت بالملك وقلت خليني أجيب فكرة من رأسي فقال لهم يا قومي رأيتم إن كنت على بيينتي من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته تبغوني أترك أمر الله لشهواتكم بعدين افرضوا لكلامي هذا صحيح وش عذركم أمام الله سبحانه وتعالى افرضوا أني أنا مرسول من الله سبحانه وتعالى أنت تطلبون أني أوقف دعوتكم لطاعة الله وعبادة لا والله من ينصرني من دون الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ما بوقف دعوتي لله سبحانه وتعالى مهما سويتم ومن الآن وصاعدا سأبدأ دعوة علنية في المجتمع ورح أدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده شئتم أم أبيتم أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى ومن بعد آخر الصالح عليه السلام فبدأ يدعو الناس دعوة علنية يدعو الصغير والكبير يدعو بالإيمان به وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده إفراده بالعبادة وهذا فعلا اللي حصل فانقسموا القوم إلى قسمه قسم آمن فيه وقسم كفر فأكثر من آمن فيهم الضعفاء والمساكين والفقر أما سادة القوم والناس الأغنياء واللي لهم يد في الدولة هم مسمومين بداء الدنيا وأصبح عشان يؤمن بالله سبحانه وتعالى سيخسر الكثير اجتمعت عليه شياطين الإنس وشياطين الجن من غير فتن الأموال والشهوات فأصبح يعني الإيمان أثقل على قلبه من جبل أحد مسمومين مرضى بس بعد ما أصبح دعوة صالح عليه السلام ظاهرة ظهروا قوم هم شياطين الإنس أحفاد شياطين الإنس اللي نشروا الكفر في قوم ثموت قاموا ينشرون أخبار تشوه سمعة صالح عليه السلام يشوهون سمعته ويقولون عنه مجنون يقولون عنه مسحور يقولون عنه إنسان مبصاحي يقولون عنه إنسان مريض عشان الناس ما تغتنع بكلامه حتى ولو جاب براحة صاروا يلفون على البيت ويحذرون من صالح يقولون انتبهوا تتبعون هذا صالح ترى مريض فبدوا يطلعون أخبار إن صالح عليه السلام مسحور وإنه ما قاعد يقول هذا الكلام من نفسه جاموا بعض سادة القوم اللي تأثروا بهذه الأخبار وراحوا لصالح وقالوا ليا صالح عرفنا ايش بلاك أنت كشفناك يا صالح خلاص عرفنا أنك عرفنا موضوعك قالوا إنما أنت من المسحرين أنت إنسان مسحور يحتاج لك علاج وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين أنت مسحور كذا في نفس الوقت كلامك هذا جلس طلع من رأسك وحرام عليك تدلس على الناس والضعوف البساكين وتعلمهم أكاذيب تحاول تصرفهم عن عبادة أصنامنا إذا أنت مريض يا صالح روح تعالج حاشة صلى الله عليه وسلم أدوها أذية قوية جدا بالكلام ما قدروا يأدونها باليد مع أن كانوا شياطين الإنس ودهم لو يطعنون طعن في بطره لكن خايفين من قومه قوم صالح وشوفوا كيف صالح عليه السلام رد عليهم بكل هدوء فقال لهم ربي أهلم بما تعملوا بس ما كرى كلاما ربي أهلم بما تعمل بعدها قام صالح عليه السلام ولا عد أعطاهم وجه ولا أطاعهم وأطاع الله واستمر في الدعوة مع كل الأذية اللي جالسين يأذون فيها فكان يدعوهم الصيف في جبالهم والشتاء في سهولهم بين قصورهم وخدمهم وشياطين الإنس ودهم يقتلون بأي طريقة بس إنهم خايفين لأنهم يعرفون إنهم لو قتلوا بتقوم حرب أهلية كبيرة ما بيوقفها أحد يعني خايفين من قوم صالح لأنه سيد من سادة القومية ولح حصانة فجالسوا ويفكرون شياطين الإنس بطريقة يوقفون فيها دعوة صالح لأنه بدوا الناس يدخلون في دين الله بدوا يفكرون يقولون يا ولد كذبناه وسبيناه وناظرناه وفشلنا فيها كلها وكل اللي جالس يصير زاد احترام الناس له بحسن أدبه وبرهانها القوي تذنوه شي اللي مفروض نسويه وش رايكم أننا نطلب من صالح معجزة تعجيزية نختار معجزة مستحيل أحد يسويها في العادة ونطلب من هذه المعجزة باختيارنا حن عشان ما يجي معجزة من رأسه يكون مخطط لها لا لا حن نختار المعجزة بنفسنا ونؤمر بإنه يسويها ولا أنت كذاب وبكذا ترتد الناس عن الدين وش رايكم وترجع لعبادة الأصنام وترجع على شهواتنا ورغباتنا حن الخاصة اتفقوا على معجزة معينة وقالوا خلاص نتوجه ونقول هذه المعجزة لا فيقول المفسرين أنهم أول ما وصلوا لصالح قالوا يا صالح ما أنت إلا بشر مثلنا الكل شايفك بشر ما أنت ملاك منزل من السماء ولا شي كيف أنت رسول نفس حجة قوم عاد بس شوف هش الطلبة الحين فأتي بآية إن كنت من الصالح نبغى منك معجزة تثبت لنا بها إن كلامك هذا مو بسحر ولا هرطقة إن كلامك هذا من الله وانت تقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من الأرض وهو خالق الأرض ومتحكم فيها صح ولا لا يعني ما لا أصنامنا هذه دخل هذا اللي تقوله يا صالح يا شوف يا صالح شفت هذه الصخرة شايفها هذه اللي بعيدة انت تقول إن الله خلقها صح وما لا أصنامنا أي دخل في المسألة هيا نبغى من ربك اللي خلق هذه الصخرة إنه يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ضخمة حامل في الشهر العشر هيا شوف بالله يعني التعجيز يحاولون يعجزونه بأي شكل من الأشكال واختاروا حتى شهر معين قالوا شهر عاشر ترى إذا ما شهر عاشر إيش بيصير ترى بنكفر فيك ما أحد هنا بيؤمن فيك لازم تكون ناقة وضخمة وحامل في الشهر العشر وهذا يبين لك إن كانت نيتهم أصلا تشويه سمعة وتعجيز أمام العوامة ومه إيمان ويبغون أي شيء يتمسكون فيه بالكفر وعلى شهواتهم اللي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فقال لهم صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم على ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني فيما أرسلت به قالوا نعم أي أكيد بنصدقك ناقة وضخمة وحامل في الشهر العاشر تبه ليش ما نصدق أكيد بنصدق فقام صالح عليه السلام وأخذ العهد من كل واحد فيهم إنهم إذا شافوا هذه الآية إنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى مباشرة فيهم أخذ العهد منهم جميعا قام نبي الله صالح أمام الجميع قام وتوضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وبدأ في الدعاء جال سيدعي الله سبحانه وتعالى إنه يخرج من هذه الصخرة ناقة نبي الله صالح عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بالصخرة هذه تطلع منها أصوات تطلع منها أصوات من الداخل وبدأوا الناس يسمعون أصوات من داخل هذه الصخرة أصوات طاقطقة وأصوات غريبة من داخل هذه الصخرة فجأة إلا بالصخرة هذه بدأت تتشقق شققت أمام الناس والصوت هذا بدأ يرتفع والناس جالسة يعني تركز وش اللي قاعد يصير إلا بالصخرة تتشقق أمام عيونهم حتى انقسمت نصين إلا بناقة أمام عيونهم يشوفونها ناقة ضخمة جدا وفعلا هذه الناقة حامل بالشهر العجر مثل ما طلب ويقال بأن كان لها سنام ضخم جدا وكانت هذه الناقة كبيرة جدا لدرجة أن البشر وقوم تموت عندها صغار وخافوا وخوف شديد وقاموا يدخلون في دين الله مجموعات كبيرة خلاص هذا برهان أمام عيونهم مثل ما طلبتهم حتى أنهم أصبحوا طوابير وهذا الشيء أخضب شياطين الإنس خاصة تسعة أشخاص منهم واللي يقال بأنهم هم صادت شياطين الإنس كانوا هم اللي يأمرون وينهون فقال الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة تورهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللي هم التسعة هدولة اللي هم صادت شياطين الإنس وكانو هذولة تسعة يتراكضون عند الناس تخيل أمام في المنظر هذا يتراكضون عند الناس ويمنعونهم عن الإيمان يجيبون أي براهين من روسهم كذا على أنكم لا تؤمنون وكانوا مركزين على سادة القوم لأن لهم أتباع فيذا اقتنع هذا السيد فلها أتباع بيسمعون له وبيتبعونه حتى لو بيرمي نفسه في النار فحاولوا بيشت الوسائل حاولوا أنهم يبقون اللي يقدرون من ثمود على الشرف وفعل النجاح هو فكان مجموعة كبيرة من ثمود ما أسلمت وبقيت على الكفر معا إنها المعجزة أمام عيونهم معجزة تمشية فيقول الله سبحانه وتعالى عن إيمانهم بالناقة فظلموا بها يعني كفروا بالمعجزة حادي معجزة أمام عيونكم وكفرتم بها والمشكلة أنكم أنتم اللي طلبتها وجاتب أوصافكم أن تشوف فعلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ففعلا شياطين الإنس أنا أشوفهم أخطر من شياطين الجن وأنا والله متعجب من صبر الأنبياء يا أخي أنت تقول سالف الأخوياك ما يصدقونك تتنوم يومي بعد علمهم أنهم كفر فقال لهم صالح عليه السلام بكل هدو ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فخلاص هذه المعجزة بين يديكم تشوفونها كل يوم يقول صالح لهم فذروها تأكلوا في أرض الله حلوها تأكل حيث شاءت لاحد يوقفها حتى لو بتأكل من حلالك أنت وحتى لو بتشرب من مياهك أنت ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا أحد يفكر أنها يمسها بسوء تأكل من حيث شاءت ولا أحد يمسها بسوء أبدا وإذا مسيتوها بسوء فأبشروا بالعداب القريب فصارت الناقة الحين فتنة لهم أصبحت هذه الناقة الكبيرة تأكل من هذه الجنات متى ما تبغى ووقت ما تبغى فيقول الله سبحانه وتعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقي بهم واصطبر فأمر الله سبحانه وتعالى صالح عليه السلام وقال له ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يعني فيه تقسيم بينكم وبين هذه الناقة بتأكل وبتشرب برضو من أكلكم وشربكم وفي قسمة الله سبحانه وتعالى بيقولها لهم فأخبرهم الله سبحانه وتعالى هذه التقسيمة فقال لهم قال هذه ناقة لها شربون ولكم شربوا يومي معلومة يعني كل واحد منكم له يوم كانت هذه الناقة لها يوم كامل تشرب فيها لاحد يشرب معها والله أعلم أنها تحتاج الماء كامل أما اليوم اللي بعده فمسموح لهم يشربون يعني صار فيه تشريح من الله سبحانه وتعالى لهم اليوم اللي تشرف فيه هذه الناقة حرام عليكم تشربون معها أما اليوم اللي بعده فمسموح لكم تشربون استقوا قد ما تقدرون في اليوم الثاني أما في اليوم اللي تشرف فيه الناقة فيه أما بالنسبة للأكل فيه تأكل من أرض الله ولا تمنع مالك دخل تسكت وتجس طالع ولا تمسها بسود فكان لبنها يشرب قرى كاملين قبائل كانت ناقة ضخمة لدرجة أن تخيل قبائل كاملة تشرب من لبنها طبعا وجود الناقة خلى الناس تدخل في دين الله سبحانه وتعالى يعني آية من آيات لا تمشي على وجه الأرض وهذا كان يجعل شياطين الإنس يشبون من الداخل عارفين أن هذه الناقة جالس تضيق عليهم دعوتهم للشر وجالس تخرب عليهم الخطة كاملة آية من آيات لا تمشي على وجه الأرض كان وقتها نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء فكان في فصل الشتاء ينزلون لقصورها يعني بدل ما يسكنون الجبال يسكنون السوء يجتمعوا القوم كالعادة في أحد القصور يتناقشون في مسألة صالح وهذه الآية فكان معهم التسعة هذولة التسعة الرهط المفسدين في الأرض شياطين الإنس فحاولوا يقنعون سادة القوم بأنهم يقتلون هذه الناقة وخلاص يفتكوا منها هذه الناقة جالس تأكل من خيرنا وتشرب من مياه وفوق هذا كله أنجبت صغير لها الحين وجالس يأكل من أكلها وممنوع لنا أن نسوي شي فيها شرائك ومنا نقتلها ونفتك وصالح هذا جاب لنا ناقة جالس تأكل من أكلنا وشربنا شكله يبغى ينتفع من ورانا صالح يأكل نياقة من عندنا بلاش علمهم أنه نبغى نقتلها ونفتح تدرون وش ما هو توعدنا بعذاب وش رايكم نقتلها وإذا قتلناها نقول جيب العذاب إذا كنت صدق رسوله وكان صالح من فترة لفترة يجي لقومه ويتطمن على الناقة ويؤمن على يدها الكثير وبعدها يرجع إلى الضواحي الضواحي المدينة تسعة هذولة يفرمون فرم في ذموت يحاولون يقنعونهم بقتل الناقة وكان من بين القوم رجل أحمر البشرة وأزرق العيون وقصير القامة اسمه قدار بن سالف وكان من التسعة هذولة وهو سيد من سادته بس كان مشهور قدار هذا بأنه من أشجع القوم اجتمعت الشيطن على سيادة على شجاع على باطل وكان مع فكرة قتل الناقة بشدة ويحاول يقنع القوم بأنهم يقتلون الناقة ويفتكهم راح نص أكلنا وشربنا وإذا كان نبي من الأنبياء يجيب عذابه هذا اللي وعدنا به إذا كان من المرسلين فبدأ بعضهم يقتنع بس كان الأغلبية خايفين وكان خوفهم هذا بس من قوم صالح وعشيرتها مو من الله لأن صالح كان دون نسب وكان عنده ظهر كان وراه رجال وخايفين تقوم حرارة كان خوفهم من الخلق مو من الخالق حتى ما كانوا يخافون من المؤمنين اللي مع صالح لأن أغلبهم من الضعاف يعني واللي ما لهم كان بس مع ذلك كله سووا تصويت وقالوا بنا أخذ رأي العوام كلهم عشان خلاص ذمتنا تتبرى يا إن نقتل الناقة يا إن نخليها تأكلو وتشرب الأبد قالوا فكرة طيبة وبدوا فعليا يأخذوا الرأي حتى الأطفال والصغار والنساء الجميع يأخذوا الرأي عشان كذا يطيب خاطرهم لكن شياطين الإنس هذولة كانوا يقنعون العوام بعدين يعطونهم الخيارات فيختارون العكس نشوف خطر شياطين الإنس فيقولون لهم ترى إذا قتلناها بنوفر ماء بنوفر أكل وبنوفر شر بيزيد اقتصادنا بيصير بيصير وبيصير في يوم أخذوا آراء الجميع لقوا إن الجميع الأغلبية أجمعوا علاقة لها وجاء وقت التطبيق إلا الكل متراجع خايفين أول شيء من حجم هذه الناقة الكبيرة ثاني شيء من كلام صالح عليه السلام خوفا من العداد ثالث شيء وهو أكثر شيء خوفا من قوم صالح فما حت تجرى ما حت تقدم حتى فبدوا يصيحون على بعض ويشجعون بعض بس برضو ما حت تجرى حتى التسعة الشياطين الإنس هذولة ما حت تجرى منهم وما حت تقدم إلين دخلوا النساء في الموضوع تتذكرون يوم أقول لكم إن النساء ممكن يكونون أشد فتنة من شياطين الإنس والجن نعم يوم تدخلوا النساء بدأت المواضيح تتطور أكثر وبدأوا النساء يصيحون ويشجعون هما ويحرضون الرجال وبدأوا يكشفون وجيههم ويظهرون مفاتنهم للرجال عشان يتشجعون ويقتلون هذه الناقة وبعضهم حتى عرضت نفسها للزواج ومهرها راس الناقة ومع تشجيع النساء بدأ الموضوع يتغير عنده وبدأ الرجال اللي تظهر عليهم الشجاعة أكثر بدأ يظهر على الرجال تأثير ما قدروا شياطين الإنس يسوهون بس مع ذلك ما حت تقدم حتى جات إمرأة واحدة اسمها عنيزة راحت لأشجع رجل في ثموت واللي هو قدار بن سالح وقالت لها اسمع يا قدار أنت أشجع القوم وأظنك على قتل الناقة قادر إن قتلتها فلك أربع من بناتي اختر منهم من تشار أشر ونعطيك فاشتبت الشجاعة في قلب قدار وقال تم ولكن عندي شرط شرطي إنكم تأمنوني إذا قتلت الناقة أمنوني من قوم صالح أنا ماني خايف إلا من قوم صالح فقاموا سادة القوم وقالوا عندنا حراس أنت في وجهك يا شيخ رقابنا لك وروح بس ولا تخاف من قوم صالح أنت أقتل الناقة بس خلصنا منها فعلا أخذ أسلحة معه وتقدم على الناقة ناقة ضخمة أمامه وماشيلها في يوم وصل في نص الطريق تردد والتفت للقوم وبدأ يناظر فيهم وكي إنه خايف وهنا بدت النساء تصرخ وتكشف عن مفاتنا من جديد ويصرخون بصوت عهلي شجعون خلاص قدار هنا بعد ما يبصر الطريق ركبه جني ركبه شجاع خلاص ما عدا يشوف يقول الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهما شجعون شوف خطر النساء يا أخي فتنة النساء عظيمة جدا حتى إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكة الرجال حين أطاعت النساء يقول الله سبحانه وتعالى فتعاطى فعق ففعلا تقدم قدار على الناقة ورماها في رجلها فسقطت الناقة فصارقت صرخة قوية تصرخ لولدها عشان يهرب فهرب الصغير ولحقها كثير من القوم وقدار أخذ السيف ونحر الناقة وينحر الناقة إلا بثلاثة صرخات قوية جدا من الصغيرة من قوة الصرخات سمعها صالح عليه السلام فقتلوا حتى الصغير وحطوه جنب أم تصرخوا على صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسل جيب عذاب الله إذا كنت أنت صدق رسول بالله يشوف الغباء كيف ايش رايكم بالله في الغباء أنا لم أجد الساعة أربعة الحين والله يعني أغبى من كده ما طيب الآية هذه كاملة إيش هي أنتوا طلبتم معجزة وهو جبلكم معجزة بطلبكم أنتوا الحين تقول جيب عذاب الله إذا كنت من المرسل يعني بتصدق بعده ولوش فقالوا حنا سوينا اللي نهايتنا عنه والحين ننتظر عذاب الله اللي أنت وعدتنا أنت قلت إن الله بيعدبنا جيب عذاب عذاب الله إذا كنت رسول إذا ما جبت العذاب ترمنت رسول ولا راح نؤمن فيه فقال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب طبعا بعد الكلام ما اللي قال صالح عليه السلام أخذ المؤمنين معه وخرجوا من المدينة كله طوابير كامل اتحرجوا من المدينة مرة واحدة وهنا بدأ القوم ينحاروا بدأوا يتلاؤهم وحسوا أنهم جابوا العيد بس التسعة رهطة ذولك كانوا من أشد الناس كفر بيتوا هذه الليلة وهم يخططون في قتل صالح عليه السلام وقالوا ما معنى مفر الحين نخرج من هذه الدوامة ومن السالفة دي إلا بقتل صالح يقول الله سبحانه وتعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأحلى يعني في ذاك اليوم بالروح ونحاول نغتال صالح وأحلى بس شوفوا ركزوا معايا بنغتال بطريقة بحيث أن الناس ما تعرف أن حنى اللي قتلناها يعني نفلت عليهم حجر أو نفك عليهم سبع أو نسوي لهم مصيبة سم شيء زي كده بحيث أن نقتلهم نقولهم موحنى أكل هالسابر ضاح عليه الحجر سممناه أكل السم ما أدري أن تشوفوا فتشوا من اللي كان عنده سم بينكم موحنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون إذا فكينا عليه السبع وأكله موحنى اللي قتلناه السبع اللي أكل إذا دفينا الصخرة وطاحت عليه الصخرة موحنى اللي قتلناه الصخرة اللي قتلتها إذا حطينا السم في أكله موحنى اللي أكلناه هو اللي أكل السم وقالوا ما معنا مخرج لزكرة إذا مات صالح وأهله انتهت السعلفة كذا خلاص خرجنا من الدوام اللي قاعدنا يشاهدين فأجمعوا أمرهم في الليل وخلاص وخرج يقول الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فصحي القوم اليوم الثاني إلا بوجيههم مصفرة كل اللي في ثمود وجيههم مصفرة فيها صفارة وكأن في حاجة غريبة قاعدة صين فعرفوا القوم بأن هذا دليل على أن العذاب سيحل فيهم بس الشي اللي صدمهم مرة واحدة بأنهم وجدوا تسع رجال طايحين في الأرض وصخور حولهم وجيههم سودة كلهم ميتين التسع اللي كانوا يخططون في الليل هم أنهم خرجوا أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من السم نصره لنبي صالح عليه السلام فقتلتهم كلهم أهلكتهم فكانوا التسع هذولاك أول من بدأ بهم العذاب فهنا خلاص عرفوا بأن العذاب جايهم لا محل وأن الأمر واقع واقع فأصبحوا اليوم الثاني إلا بوجيههم محمرة فانهاروا نفسيا وعرفوا بأن عذاب الله جاي أما اليوم الثالث فأصبحوا وجيههم سودة وفي هذه اللحظة ما أمسوا إلا بأكفانهم عليهم دخلوا في الأكفان ودخلوا داخل قصورهم عرفوا بأنه خلاص العذاب جاي ما في مفر حتى إن في بعضهم راح وصاعد فوق الجبال ودخل في بيوتهم اللي في الجبال يعني يتخبى في الجبال يعني بيت من الجبل إذا بيحل في عذاب يعني فيه أمان أكبر من القصور وكل هذا بس عشان يحتمي من العذاب يعني عارفين بأن عذاب الله جاي في يوم قرى بالفجر والجميع مصحصح مهد جهنه منتظرين العذاب يعرفون أن في يوم الرابع العذاب جاي وما يدلون من وين راح يجيهم العذاب وبأي طريقة راح يجي بس كلهم كانوا داخل أكفانهم منتظرين عذاب الله سبحانه وتعالى بعضهم في القصور وبعضهم في البيوت في الجبال في يوم أشرقت الشمس إلا بصيحة قوية جدا تفجرت منها قلوبه ومن قوة الصيحة رجفت منها الأرض في يوم رجفت الأرض تدمرت القصور كاملة فيقول الله سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسوها ولك إنها كان في حياة حناك في هذا الوقت فما بقي من قصورهم شيء الله سبحانه وتعالى واساها بالأرض وما بقي إلا بيوتهم اللي منحوت في الجبال فيقول الله سبحانه وتعالى وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحة فَأَصْبَحُوا فِي دِيهَارِهِمْ جَاثِمِينَ طَيْحِينَ عَرَى وَجِهِهُمَا ومع قوة الرجفة هذه فاختفت كل حضارتهم اللي كانت موجودة فما بقيت إلا بيوتهم اللي منحوتها في الجبال يقول الله سبحانه وتعالى عنها فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لآيات لقومي يعلم واللي يعتقد بأنها الحين مدائن صالح واللي يقال عنها مدائن صالح في العلا واللي جالس نشوفها الحين في العلا هي فقط البيوت اللي منحوتها في الجبال سخور كاملة حفروها حفصارة بيوت هي اللي باقي فقط من حضارتهم مع أن حضارتهم كانت أعظم من كذا أعظم بكثير وكان في قصور وكان في حضارة بس ما بقي منها كاملة إلا البيوت والله سبحانه وتعالى جعلها أهل يقول الله سبحانه وتعالى وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِ والله سبحانه وتعالى يخاطبنا والله أعلم إنها هي نفسها مدائن صالح لشوفها وأما إيران فهي موجودة لكنها مدفونة تحت التراب والله أعلم هي موجودة تحت الرماد ودمر الله سبحانه وتعالى قصورهم كاملة واساحب الأرض وما بقي إلا بيوتهم اللي منحوتها في الجبال فقر يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم بعد العذاب كأن لم يغنوا فيها ما كإن كان في حضارة قبل كذا موجودة تحولت هذه القوة العظمى إلى منطقة لا يوجد فيها حيعة بقيت هذه الدولة خاوية يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود إلينا هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى إن هذه القصة نارت على عجاب وإن استفدنا منها الكثير أنا الحقيقة استفدت الكثير والله ومن أعظم الأشياء اللي استفدتها في قصة اليوم إن حضاراتنا هذه واللي جالس نعيشها من تطور هو فقط مو شي جديد شي عاشت أقوام قبلنا وهذا الشي عجيب جدا يعني هم تفكرت فيه هم تتفكر فيه بعض تجد فيه الكثير من الصح كثير من الآيات تذكرنا نفس الشي حتى أنا تذكرت سليمان عليه السلام كيف أنه كان لها قصر من الزجاع كيف هذا كله يصير من دون آلاته ومن دون تطور في الأول والأخير الله أدرى وأحلم إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسل اللي موجودة على هذا القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد للإله إلا أنت الصغف لك واتوب إليك أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر